نذكر أقوال الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في حكم الخروج بعد ذلك نجي نذكر الأحاديث والآيات الواردة في ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى بالمالكية ذا ابن عبدالبر صاحب كتاب التمهيد أبو عمر صاحب كتاب التمهيد الذي شرح فيه موطأ الإمام شنو مالك رحمه الله تعالى قال والكلام ذا تلقى في التمهيد في الجزء 23 صفحة 278 لصفحة 280 قال وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا دا كذي قال فإن لم يكن كان بها الحاكم ما عادل ولا محسن ولا فاضل قال فإن لم يكن فالصبر دا ابن عبدالبر وهو أبو عمر رحمه الله تعالى قال فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين الجائر دا العادل ولا الظالم الظالم صح ولا ما صح طيب قال فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أو لا من الخروج عليه ودرد عليه طارق السويدان ورد عليه عبدالحي يوسف ورد عليه محمد الأمي إسماعيل ذلكم الرجل الضخم الصوت الضخم البنية ولا نحسده على ذلك لأنه لا يحسد وليس في مكان يحسد عليه بل في مكان يتأسف له عليه ويحزن عليه بسببه ذولي يا أخي الله مدي منبر ومدي مكان بين الناس ومدي بلاغة ومدي صوت بل يدافع عن الله سبحانه وتعالى وبدل يدافع عن الشريعة يتبع أهواء المضلين وأهواء العامة ويخالف شرع الله تعالى يصف الحكام بإنه شجر الغرقة ويهيج اللي يهيج في الناس وهؤلاء ووك الأخير طالله ما الطغيان يهدموا يكورك ومرات بيبكي الغريبة بيبكي عديل عمك ده وأنا داري عارف أن صار السنة راي شنو هذا راي كون شنو عمك ده نايب رئيس الجماعة ده نايب عديل نايب ده عضة حر ده نايب ذاته أنت راي كون شنو ناس غريبين يا أخي طيب قال فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال أدرد على زنون داك قال المظاهرات دي ما في أي شيء ثورة دي قال ما في أي مفسدة دي لأ العلماء دي ابن عبد البر أنت بتجي جنبه وقال دائر مناظرة مع ناس الدين دا زنون دا دائر مناظرة مع ناس الدين ورد على الطاهرة التوم قال له قال رسول الله دا وذاته مسجلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل وده حديث وما قادر يميز بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام عمر من الخطاب الذي يروى يروى عنه ما قادر يميز دا زنون دا بسوي مناظرة مع ناس الدين ها جايينك الليلة انت وين ذاته تعالنا ناظرك ويلمه فيك كيف ذاته وانت جريت فزيت أنا جايك في وقتك طيب قال والخروج عليه قال قال لأن في منازعته والخروج عليه والخروج عليه استبدالوا الأمن بالخوف البلد بيبقى فيه شنو خوف وده حاصل الليلة ولا ما حاصل يا جماعة قولك ما تمشي بالشارع الفلاني فيه مظاهرات ما تمشي بإغادي وها ما ركته الازعار نزلت كذي ما ركته حليته المشكلة يعني طيب قال استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء قال وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولى هما بالترك لو في مكروهين أعظم المكروهين أولى بالترك يعني تدفع المفسد العظمى بالمفسد الدنيا يعني الموت مفسد عظمى وأكل الميت مفسد دنيا مقارنة بالموت شاكيا الله أباح أكل الميت في الصحراء كونه في غلاء دي مفسد كونه في غلاء وفي دم وفي اعتداء على النساء والأعراض وفي زل وفي 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 دي مفسد أعظم فتدفع هذه المفسد العظمى بالصبر بالصبر والجلد والتحمل طيب تصبر على الغلاء يا أخ نملة يا أخ زي ما ذكروا الإخوة وقبلون العلماء نملة راعة المصالح والمفاسد قالت نملة يا أيها النمل دخلوا شنو مساكنكم نملة الله جابه في القرآن دي نملة جبانا دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون نملة فاما يا أخ بتدخل الناس في بيوت عشان ما يكسرون يا أخ تدخل النمل معاليش تدخل النمل داكة زي ذكر النمل يمرك في النمل يمرك في الناس موش في النمل يمرك فيهم وهو مرق بر البلد أنا الحارقني وهو مرق بر البلد أنت لو دين ولو حق مارك ليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس هاجروا للحبشة وقاعد في مكة الهجرة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام طالت طائر سنة في مكة مع المشركين يدعوه للتوحيد يقول لهم دا باطل ودحك وحد الله وكذا 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 وقاعد ما مرك خل أصحابه صلى الله عليه وسلم لما جاءت الهجرة بعدها هاجر والصحابة هاجر رضي الله عنه انت مارك ليه وعمل فيه شجاع إلى آخر طيب إلى آخر كلامي ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وده من أئمة المالكية ده المذهب المالكي ده شارح كتاب الموطأ نشوف المذهب البعد المذهب الحنفي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية ده المذايب الأربع الليلة ده النجيب بعد ذلك نذكر الآيات والحديث في الباب إن شاء الله تعالى وهذا شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى معه كتاب لا أظن بعجائي هذا ما فيه أيوه هذا حافظين كلام قالوا ولا نرى الخروج على أئمتنا وأئمة المسلمين وينجاروا وينظلموا إلى آخر لكن ده أن نجيب الكتب كأن نوري الناس في النهاية قال صفحة تلتمية سبعة وتمانين ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا جاروا يعني شنو؟ ظلموا بتجى أدل على الكلام هل العلماء برضو الظلم للأمة؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام برضى الظلم؟ ما برضو لكن لأنه في ظلم أكبر لو ما رأيت الأحكام دي في ظلم أكبر بترتب وبيقع عليك وما بتقدر تتحمله أنت ترى لو بتمشي السوق وبتجي ومتضايق وفي غلة والله بيفتح عليك توب لربك توب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم شنو؟ مدرارا ويمددكم بأموال تاني في مشكلة اقتصادية وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لكن تتوب كيف؟ قال وإن جاروا ولا ندعو عليهم ممند على الحاكم قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة بتجي الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى قال ما لم يأمروا بمعصية كان أمروا بمعصية ومنطيعوا في المعصي ولو جلدون ولو عزبون لكن ممن نخرج عليهم نهيج الناس عليهم قال وندعو لهم بالصلاح والمعافى نقول يا الله أصلح أولاد أمرنا وعافهم ووفقهم لطاعتك ولتطبيق شرعك وللأمر بالمعروف والنهيج عن المنكر دا المذهب الحنفي أتباع أو الذين هم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المذهب الشافعي نذكر مثالا لذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو من أئمة الشافعية برضو عند بلوغ المرام برضو من أئمة الشافعية الإمام النوي رحمه الله في شرحه لصيح مسلم المنهاج شرح صيح مسلم من حجاج نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم المسلم في كتاب رياض الصالحين ذكر الأدلة على السمع والطاعة دا ابن حجر العسقلاني رحمه الله دا بلوغ المرام دا شافعي الصفحة 243 من بلوغ المرام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية رواه أو أخرجه مسلم وأيضا قال عن عرفج ابن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم في صيحه دا ابن حجر العسقلاني وهو من أئمة الشافعية نجي للمذهب الحنبلي الإمام أحمد عنده كتاب اسمه أصول السنة للإمام أحمد أيوة وهذا شرح أصول السنة لشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى نحن نجيب كلاما لإمام أحمد أول شيء خلي كلاما الشارح نجيب كلاما المؤلف وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال والسمع والطاعة الصفحة سبعة وخمسين قال قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر يعني الحاكم لو كان بر تسمع الطعليو ولو كان شنو فاجر تسمع دا لإمام أحمد ها برضو دا لباع القضية دا برضو خشة بالسيازة دا لبتتبعوا لها دين لما بتجي كسي لها دين لبع شوية ليه نطيع الفاجر نطيعه في غير المعصية طيب لو أمرنا بفجور ما بنطيعه طيب نخرج عليه لما نخرج ليه لأنه من تخرج بتجي مفسدة أكبر أفهم يا أمة أفهم واحد يقول لك والله أنا الليلة شفت ليه موقف حرقني جدا الله يقول لك ثلاثة بنات جلدون جلد شديد ورفعهم في التاتير أيوة جلدون ساي جمع الشات اشترهم سكر جلدون ولا عملا شنو والله خرجا خرجا آي بعد دا شدوا حيلكم قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى دا الإمام أحمد قال والسمع والطاعة قال الأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة قال واجتمع الناس عليه ورضوا به ورضوا به ومن غلبهم الرضوا به يطيعوا طيب والغلب جبل غلب وقال ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين برضو يجب السمع والطاعة له لأنه صار متغلبا قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر 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 عليكم عبد حبشي إلى آخر الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى طيب كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى ده توفي سنة تلتمية تزع وعشرين هجرية تلتمية تزع وعشرين هجرية يعني قبل ألف ومئة سنة يعني ما كوز ده يا ذنون ده ما كوز بربهاري ده برضو كوز طيب البربهاري رحمه الله تعالى صفحة مية خمسة وثلاثين في شرح السنة قال ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية ده الإمام البربهاري رحمه الله تعالى نمشي قدام لسا